يا عيد يا عيد هليت يا مرحبا بك لما جيت هليت يا عيد يا عيد هليت يعيد هلالك من بان جمعنا ويا الخلال ونغني بك الألحان يا فرحتنا من هليت ونغني بك الألحان يا مسعدنا من هليت هليت يا عيد يا عيد هليت يا مرحبا بك لما جيت هليت يا عيد يا عيد هليت يا مرحبا بك لما جيت عيزي المشاهدين من المعروف أن زي العمني التقليدي هو الأصالة والتراث وهو لباس الأجداد والأمهات والجداد وكثيرات منهن من الجداد والأمهات سهرنا على تطريز وحياكة ثوب برز فيه إبداعهن اليدوي وفنهن الجميل الرائع ومن المعروف أيضا عزي المشاهدين أن لكل منطقة من مناطق عماننا الحبيبة زيها الخاص والذي يتسم ببعض المواصفات الخاصة والتي تميزه عن غيره من لباس المناطق الأخرى بارك يا عيد بارك أحلى الأيام نهارك هل نفطل وطل الخير لما طلت ألوانك بارك يا عيد بارك يا عيد بارك يا عيد بارك بارك يا عيد بارك للعيد في بلادنا مظاهر جميلة اكتسبها الانسان العماني من اجداده ولا يزال محافظا عليها الى يومنا هذا فالى جانب شراء الاضحيات والملابس وغيرها يتجه كل عماني قبل يوم العيد لشراء الحلوى العمانية والتي يقول البعض عنها انها تعود الى الاف السنين عندما كان لعمان تاريخها البحري العريق وكان لبحارتها اتصالات وثيقة مع الفراعنة الذين حكموا مصر فيما هناك من يقول ان تاريخها يعود الى الف عام والحلوى العمانية فريدة في نوعها ولا يجدها الا العمانيون اما العرسية التي تعتبر اشهر وجبة في انحاء السلطنة فان الاعداد لها يأخذ وقتا طويلا ربما يستمر اكثر من اثنتين عشرة ساعة تبدأ مراحلها بذبح علد من الماعز والاغنام حسب ما هو متوفر لدى المواطنين وعادة ما يكون اللحم المخصص للعرسية متساويا مع الارز من حيث الوزن حتى تكون متشابكة ولذيذة وبعد الانتهاء من الصواطة تفرغ من القدر المعروف بالمرجل الى صحول كبيرة ثم تقدم ساخنة للاهل والاقارب والاصدقاء الذين تغص بهم المجالس في مثل هذه المناسبات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة